تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية حيث تمكت خلال 24 ساعة من ضبط 447 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 170 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 85 طن سلع غذائية كما تم أيضا ضبط قرابة 35 طن دقيق مدعم في مجال الاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال البيع بأسعار من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 28 طن في مجال حجب مواد البناء تم أيضا ضبط أكثر من 19 طن أسمنت حديد تسليح وأما في مجال قضايا المخابس فقد تم ضبط 629 قضية من بينها 132 قضية خبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات